الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى صلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن اهتدى ثم أما بعد نرحب بكم يا طلاب العلم في درس من دروس العلم في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بذل الله سنكون معا في قسم الحديث الوحدة الثالثة صيلة الرحم الدرس السابع فضل بر الوالدين قبل الدخول في الدرس الجديد دائما ما نراجع الدرس السابق حتى نتأكد من فهمنا له ثم بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أخذنا حق الجار أخذنا حق الجار فسيأتي ويظهر أمامكم الآن بعض الأسئلة أريد منكم الإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول لماذا اهتم الإسلام بالإحسان إلى الجار؟ لماذا الإسلام اهتم بأن يحسن الإنسان إلى جاره؟ ما السبب؟ لماذا؟ ما العلة؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال لماذا اهتم الإسلام بالإحسان إلى الجار؟ ما السبب؟ لماذا الإسلام حرصة واهتمة بالإحسان إلى الجار؟ أحسنتم نقول لنيلي رضا الله أولاً وأيضاً لتحقيق السعادة والتراحم والترابط بين أفراد المجتمع لهذا قلنا أن المجتمع لا بد أن يكون متحاب متواد فيما بينه متعاطف لهذا هذا الاهتمام يدلنا على أن الإسلام حريص على أن تكون هناك سعادة وأن تتحقق هذه السعادة كذلك يتحقق التراحم والمودة بين أفراد المجتمع السؤال الثاني أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً بنفي الإيمان عما لا يأمن جاره شرة على ما يدل ذلك على ما يدل الحلف من النبي صلى الله عليه وسلم الإقسام من النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ما السبب؟ لماذا؟ في من لا يأمن جاره شرة من يستطيع الإجابة لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم نقول أهمية حق الجار وأهمية الإحسان إلى الجار وخطورة أذية الجار فلهذا جاء هذا الحديث حينما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهذا يبين أهمية الإحسان لا وخطورة الإساءة إلى الجار بعد ذلك السؤال الآخر ما علاقة الإحسان إلى الجار بالإيمان ما العلاقة بين الإحسان للجار والإيمان ما العلاقة بينهما ما الرابط بينهما أحسنتم نقول ينفي كمال الإيمان لمن لا يأمن جاره شرة فالإيمان لا يكون كاملا في من يؤذي جاره فالإيمان ينقص ولا يكون كاملا لمن كان مؤذيا لجاره لهذا نحرص على الإحسان إلى الجار وترك أذيته السؤال الآخر هل تجوز أذية الجار إن كان غيره مسلم ولماذا؟ إذا كان الجار غيره مسلم هل تجوز أذيته ولماذا؟ ما السبب؟ وعيد السؤال هل تجوز أذية الجار إن كان غيره مسلم؟ أحسنتم نقول لا تجوز لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بعدم أذية الجار كما أمرنا بالإحسان إليه نهانا عن الأذية بل أمرنا بالإحسان بالإحسان إليه بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد الوحدة الثالثة صلة الرحم الدرس السابع فضل بالوالدين في هذا الدرس بإذن الله أولا سنبين معنا الكلمات الغريبة والتي قد تشكل على بعض معرفة معناها في حديث رسول الله كذلك سنتعرف على الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كذلك سنتعرف على فضل بر الوالدين ما الفضل في بر الوالدين؟ سنتعرف عن ذلك في هذا الدرس وسنختم هذا الدرس بأننا سنستشعر أهمية الإحسان للوالدين أهمية أن يحسن الإنسان لوالدي فهذه العناصر الأربعة هي ستكون محور حديثنا في هذا الدرس فنبدأ أولا في الحديث قبل الدخول في هذا الحديث أحب أن أنبه إلى أن هذا الحديث هو من الأحاديث المطلوب حفظها خلال هذا الفصل فمن الجيد من المهم أن نحرص على أن نحفظ هذا الحديث لماذا؟ لأن هذه أحاديث قصيرة ومعانيها كبيرة لهذا من المهم أن نحرص على حفظ هذا الحديث بعد ذلك نأتي لقراءة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أعيد قراءة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أعيد قراءة الحديث مرة ثالثة ثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة سنتعرف في هذا الحديث أولا على راوي الحديث فمن يستطيع أن يقول لي ماذا تعرفون عن هذا الصحابي ماذا تعرفون عن هذا الصحابي أبي هريرة عن اسمه عن شيء من صفاته شيء من مناقبه شيء من أعماله سواء كان ذلك مما قرأتم أو مما سمعتم سابقا أو مر بكم في درس سابق فهذا الصحابي كثيرا ما يتردد على مسامعنا لهذا كان هو أكثر الصحابة في رواية هذا الحديث فمن يستطيع أن يقول لي ماذا تعرفون عن هذا الصحابي أحسنتم نقول الصحابي الجليل هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي يكنى بأبي هريرة لهرة كان يحملها وهو صغير حينما كان يرعى الغنم كان يحمل في جيبه في كمه هرة فكني بأبي هريرة صفاته كان دائما الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا حفظ عنه علما كثيرا حتى صار من أكثر الصحابة رواية للحديث فأكثر صحابي نقل لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحابي عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة لهذا دائما ما يتكرر معنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نأتي ونتعرف على أبرز الكلمات التي قد تشكل على البعض معرفة معنىها لنتعرف وهنا لدينا كلمة من هذه الكلمات الكلمة رغم أنفه تكرر معنا في هذا الحديث أكثر من مرة ما معنى كلمة رغم أنفه؟ ما معنى كلمة رغم أنفه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ما معنى رغم أنفه؟ أحسنتم رغم أنفه أي لصق أنفه بالتراب أي ذل وخاب وخسر كناية عن الخسارة والذل لهذا الإنسان لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه أي ذل وخاب وخسر من؟ الصحابة يريدون أن يتعرفوا من هذا الذي خسر؟ من ذا الذي خاب؟ من هو هذا؟ ما هي صفاته؟ وهذا يبين حرص الصحابة على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه عند الكبر أي حينما يكبر والداه أحدهما أو كليهما ثم بعد ذلك قال ثم لم يدخل الجنة ما المقصود بهذا الحديث؟ أي حينما يكون لدى الإنسان هذين الوالدين ولا يحسن إليهما فهذا هذان بابان للجنة حتى يستطيع الإنسان أن يدخل آله هذا نحرص على الإحسان للوالدين فلهذا نقول الآن ما يتعلق بماذا نستفيد من هذا الحديث فلو سألتكم سؤال ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أحسنتم أولا حق الوالدين حق عظيم وهو ما ذكرنا قبل قليل فحق الوالدين عظيم وفضلهما كبير وحقهما عليك أعظم حق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفضلهما عليك أعظم وفضل بعد فضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا ننتبه فيما يتعلق بالتعامل مع الوالدين فلابد من الإحسان وهو منزل فوق بر الوالدين لهذا قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلهذا ننتبه لهذا الفضل ونحقق هذا الإحسان الفائدة الثانية من فضل الوالدين عليك ما هو الفضل من الوالدين عليك؟ نقول من فضل الوالدين عليك أنهما سبب وجودك فلولا الله ثم هؤلاء الوالدين لما كنت موجودا لهذا نقول من فضل الوالدين عليك أنهما سبب وجودك بعد الله تعالى في هذه الحياة ثم بعد ذلك ربياك وأسعداك لهذا ربياك وقام على رعايتك والاهتمام بكافة شؤونك وكان حريصين على أن تكبر بين أعينهم وأنت في سعادة وأنت في صحة لهذا لهذا من أن كنت صغيرا وهما يهتمان بك حتى كبرت واشتد عودك فلهذا لا بد أن تقابل هذا الإحسان بإحسان أكبر وإحسان أعلى أيضا من الفوائد إذا كبر الوالدان وضعفت قوتهما ورق عظمهما احتاج إلى العون فهذا هو وقت حاجتهما حينما يكبر الوالدين فهما الآن في هذا الوقت في حاجة أعظم للإحسان لهذا نقول إذا كبر الوالدان وضعفت قوتهما ورق عظمهما وحتاج إلى العون فسيجنون ثمرة زرعهما وزهرة عيشهما في ملازمتك لقدميهما وقيامك بخدمتهما وأنت تردد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فأحسن لهؤلاء الأولاد حتى بعد ذلك يحسنون إليك في حال كبرك كذلك أنت أيها الولد فأنت تحسن لهؤلاء الوالدين الذين أحسن في تربيتك ورعايتك أيضا من الفوائد البرب الوالدين من أيسر أسباب دخول الجنة هذا باب يسير في دخول الجنة لهذا نقول فالوالد أوسط أبواب الجنة وقد جاء معاوية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد انظروا إلى هذا الموقف جاء معاوية إلى رسول الله يريد الجهاد في سبيل الله ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أحية أمك قال نعم قال إلزم رجلها فثم الجنة وهذا يبين أن هذا طريق إلى الجنة إحسانك لوالديك طريق إلى الجنة أيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسميه لا تسميه باسمك احتراما لهذا الأب أدبا له لا تسميه باسمك ولا تمشي أمامه وهذا من الأدب والاحترام كذلك لا تجلس قبله فهذه وصية أبو هريرة لهذا الرجل أن لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله وهذا من الأعمال وهذا من الأفعال التي تبين مدى احترامك لأبيك وأمك فهذا من الأشياء التي يحسن إليها الولد لوالديه أيضا من الفوائد من فرط في حق والديه حينما درسنا هذا الدرس فرصة لك أيها الإنسان أن تحسن بعد ذلك إن كنت أخطأت فانصى الآن أن تحسن وأن تعدل هذا الخطأ فنقول من فرط في حق والديه فلم يقم ببرهما لحقه الذل والصغار في الدنيا والآخرة فانتبه أن يلحق بك الذل والصغار والخسارة في أنك تحرم من هذه الجنة بسبب تقصيرك فمن اليوم احرص على أن تبر بوالديك أيضا نقول من الفوائد من صور وعقوق الوالدين التفريط في حقهما أيضا من الصور ترك برهما إيصال الأذى إليهما سواء كان هذا الأذى حسيا أو معنويا فأحيانا قد يكون لا يكون حسيا لا يضرب والدي لكن قد يقول كلام هو يؤذي والدي وهذا أيضا من العقوق ومن صور العقوق لهذا جاء في الآية ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وهذا يبين أنك لا بد أن تكثر وأن تحسن الأعمال لوالديك بعد ذلك نأتي إلى سؤال نشاط أحتاج منه إلى الاستعداد والتهيؤ الآن نريد منكم تغيير الجلسة الاستعداد لإجابة على السؤال الذي سيظهر أمامكم السؤال هو لماذا خصت حالة الكبر في الحديث مع أن بر الوالدين واجب في كل الأحوال بر الوالدين واجب في كل الأحوال في الصغر والكبر في الحديث قال في الكبر لماذا خص الكبر دون غيره في الحديث مع أن بر الوالدين يكون واجباً في كل الأحوال من يجيب على هذا السؤال؟ لماذا؟ ما السبب؟ أحسنتم نقول لأنهما في حال الكبر يحتاجان للرعاية والعطف أكثر من غيره من الأوقات والأحوال لهذا جاء في الحديث التنبيع على حال الكبر لهذا نقول خاص الكبر لماذا؟ لأنهما في هذا الوقت يحتاجان للرعاية والعطف أكثر من غيره من الأحوال والأوقات بعد ذلك نأتي إلى ما هي التطبيقات السلوكية دائماً ما نتعلم ثم بعد ذلك نعمل فالآن وأنت جالس وتنظر إلى هذا الدرس وتستمع إليه ما هي الأعمال التي جاءت في ذهنك تريد أن تقيمها في يومك تحققها في بيتك ما هي الأشياء التي تريد أن تفعلها أن تقوم بها أن تطبقها في حياتك حتى تجمع بين العلم والعمل الذي حثن عليه الإسلام فلان أريد منكم أذكر أمثل على أعمال تطبيقات سلوكية ستقومون بها استفدتموها من هذا الدرس وتريدون أن تحققوا أهداف الدرس أحسنتم أول هذه التطبيقات والأعمال السلوكية أراعي مشاعر والدي فلا أتسبب في إغضابهما من اليوم فكر في ماذا تفعل وتقول في يومك تجاه والديك فحاول ألا تؤذيهما بل راعي شعورهما فلا تتسبب في إغضابهما فلو قال لك شيئا فبادر إلى ذلك قبل أن يطلبا منك وهذا من الإحسان ولو طلبا منك وأنت في عدم رغبة فأبذل العمل لماذا؟ لأنهما باب من أبواب الجنة طريق من طرق الجنة لهذا أحرص على أن لا تتسبب في غضابهما أيضا من الأثار السلوكية أساعد والدي في أعمالهما بما أستطيع فإذا كان أبوك أو أمك تريد أن تنقل شيء أو تحمل شيء أو تفعل شيء فأنت تبادر لمساعدتهما وهذا من صور البر كذلك أتنافس مع إخوتي وأخواتي في كسب رضا والدي تحرص وتنظر ماذا يحبان ماذا يكرهان فما يحبانه بادر في عمله وما يكرهانه احرص على البعد عنه حتى يتحقق لك الإحسان لوالديك أيضا نختم بآخر تطبيق سلوكي أبر والدي في شبابهما وعند كبارهما حينما يكون شابا أنت أيضا تقوم ببره كذلك حينما يكون في سن كبيرة أيضا تقوم في بره أيضا ننبه إلى من كان فاقدا لوالديه أو أحد هؤلاء فنقول الإحسان للوالدين ليس شرطا أن يكون على قيد الحياة فمن الإحسان للوالدين أن تستغفر لهما أن تدعو لهما أن تفعل الخير لهما فهذا باب من أبواب من أبواب الخير والإحسان تستطيع أن تحققه حال وفاتهما بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم للتأكد من فهمنا لهذا الدرس السؤال الأول قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين وبرهما بتوحيده وعبادته فما الحكمة من ذلك لماذا قرن الله عز وجل بين الإحسان للوالدين وتوحيد الله وعبادته ما السبب؟ لماذا؟ أحسنتم نقول لبيان عظيم حق الوالدين لبيان عظيم حق الوالدين السؤال الآخر لطريقة التعامل مع كبير السن خصوصيتها ما الأمور التي ينبغي أن تراعيها عند التعامل مع الوالدين الكبيرين لو كان والدك في الكبر ما هي الأعمال التي تراعيها وتقوم بها؟ أحسنتم من تلك الأعمال الصبر في خدمتهما ورعايتهما قد يرفعان الصوت قد يغضبان لشيء أنت لم تفعله لهذا أنت تصبر في خدمتهما ورعايتهما أيضا الحديث المناسب معهما تختار ما يحبان لا ما تحب فتحرص على أن تتحدث بما يحبان أيضا إشغالهما بما ينفعهما عند الله عز وجل فتحرص على أن يقومان العمرة بطاعة الله وغير ذلك أيضا دعاء الله عز وجل لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فهذه أيضا صور الإحسان إليهما آخر ذلك مراعاة مشاعرهما مراعاة مشاعرهما فالشيء الذي يكرهان سماعة ابتعد عن قوله وابتعد عن فعله لماذا؟ مراعاة لما شاعرهما السؤال الآخر ما العلامات التي تدلك على رضا والديك عنك؟ ما هي العلامات التي تبين أن والدك راضيان عنك؟ هناك علامات تدل على رضاهم عنك ما هي هذه العلامات؟ أو شيئا من هذه العلامات؟ أحسنتم نقول دعاؤهما لك هذا دليل على رضا والديك عنك أيضا ابتسامتهما عند رؤيتهم لك فهذا يدل على أنهما راضيان عنك ومحبان لما تقوم به وعلامة على رضاهم عنك؟ بهذا نكون لنا الحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا معانا الكلمات الغريبة كذلك تعرفنا على الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه كذلك تعرفنا على فضل بر الوالدين وختمنا ذلك كله بأننا بإذن الله مع نهاية هذا الدرس قد استشعرنا أهمية الإحسان للوالدين وأنه من المهم أن نحسن العمل والقول لهما حتى يكون ذلك طريقا لنا للجنة بهذا نكون للحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم وحرصكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا بالله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر